ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هلاقيتنا النهاردة بقى حلقة من الاخر هنعمل فيها عيش البرجر وهنعمل البرجر نفسه هتأكل احلى برجر في حياتك هقولك كده تكاية صغيرة في البرجر هتطلع لك برجر حلو جدا ومش مقوص كده وكمان الطعم يكون ممتاز احلى كمان من اللي بيجيبه من برا ان شاء الله عمال انت عيش البرجر زي ما انتو شايفين اسفينجي خالص وطري وهش وفاتح جدا من جوا وتوسيته ممتازة جدا واقولك ازاي تسويه في صاجة غمقه كده وان شاء الله ما يتحرقش منك عشان انا عارفة الشكوي اللي بتيجي من السينية الغمقه لو اول مرة بتشوفوني وحابين فيديو وصلكم فيديوهات مني جديدة ياريت نعمل سبسكرايب ولايك ونفعل زر الجرس اسفل الفيديو قبل منبتيدي عايزين نصلي على النبي ونقول الله وما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معايا هنا كيلو من الدقيق حوالي ستو كبايات من الكبايات المعيارية ممكن تزيد اللي يعني حسب الكباية اللي عندك عشان اكتشفتني فيه كباية 250 وكباية 235 ميلي معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة خميرة فورية معلقة كبيرة من البيكينج بودر نستعملت كيكشيف نص معلقة من الملح واقلب كل المواد الجفة دي على بعضها بعد ما قلبتها حلو جدا للمواد الجفة نزلت بربع كباية من الزيت وكمان معلقة كبيرة من الخل هقلب برضو تقليبة صغيرة وبعد كده بكون محضرة كباتين من الحليب اي حليب عندك حليب مباستر او حليب من عند اللبين انا عجنت العيش النهاردة بالحليب علشان يبقى مفيد للاطفال وكمان طعمه يبقى حل وهش ويبقى كمان طري لان العجن بالحليب غير العجن بالمي هبتدي بقى ادخل في العجنة بايدي بقى اول ما حطيت الكبايتين من الحليب احتاج معايا نص كباية كمان فضفتلها لت العجنة يعني اسية شوية او نشفة فانتي بقى اي عينك ميزانك وكمان العجن بالايد مستونك بتحسي بالعجن اكتر وبتشوفي يا محتاجة ايه بعد كده ضفت حوالي 3 معالق كبار من الزبدة بعد ما قلبت العجنة كده تقليبة صغيرة طريتها الاول بايدي كده وبعد كده ابتديت ان انا اعجن البرجر ده كان تحفى ايش البرجر ده كان جميل جدا جدا بصراحة كان الصندويتش يعني مالوش اي وصف كان كلهم ميد عملت العيش وكمان البرجر نفسه والكاتشاب والمايونيز هسيبلكو لينك الكاتشاب والمايونيز في علامة الايل اللي فوق دي ابتديت بان انا اعجن العجنة حلو جدا على الرخامة او على المفرش وافرد ولمي فيها كده لحد ما تنعم ويبقى صلحها املس كده زي ما انتم شايفين هلمها على بعضها واجيب الطبق اللي انا هتخمر فيه وعلى فكرة همش هتلزق في الطبق خالص في كمية زبدة كويسة كمان فيها ربع كوباية من الزيت هبتدي ان انا كده اغلفها بستريتش راب او اغطيها بفوتة تكون تقيلة شوية واسبها كده في مكان مظلم حوالي ساعة ليه مش هتغيب علشان الجو حر بصوا بسم الله ما شاء الله اتمالتها وزاي وخمرت معنا بسرعة يعني خدت حوالي ساعة لربع وكانت خمران ههبطها بايدي كده بصوا شايفين تريز داي وبصراحة كان عجينا سهل التعامل معها هشكلها كده استوانة استوانة تكون يعني العرفاية قوي ولا خينة قوي كيلو دي اعمل معي ستاشر برجراية او ستاشر عيش برجر انا استمت هنا حوالي على تناشر بس بعد كده حسيت ان البرجر يعني حجمه كبير قوي او العيش حجمه كبير قوي فلاقيت ان ستاشر قطعة من كيلو دقيق كان ممتاز جدا وده حجم الرغيف ومعي هنا الصاجة بتاعة الفرن او سنية الفرن دهنت دهنت زيت خفيفة من تحت وحطيت ورق زبدة ودهنت زيت برضو خفيفة من فوق لان في ورق مش يعني بيلزق مش سهل التعامل معي بدأت ان انا اكور بقى بالطريقة اللي انتو شايفينها ديات كده والم العجلة على بعضها وببدأ ان انا ابططها بخفيف كده وبعد كده ابتديت ان انا اغطي الصاج بتاعي وحضرت السقل اللي انا حلمع به وش العيش صفار بيضة ومعلقتين من الحليب او تلات معالق من الحليب وربع معلقة من السكر ورشة نسكافيه خفيفة جدا مهم قوي يا جماعة ان احنا نسيبه بعد التشكيل يخمر شوية في الصاج حوالي نص ساعة وبعد كده نبدأ ندهنه بدأت ان انا ادهن بقى العيش بتاعي كده بالطريقة دي وتحاولي كده بقدر الامكان انك تعملي على كل اللي ظاهر يعني تدهني كل اللي ظاهر من العيش عشان كله ياخد لون واحد اللي مش هادي بدهن البيت ده ممكن نجيب قلقتين من الحليب ورشة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الزيت ونبتدي ان احنا ندهن بيوش العيش وممكن ما ندهنش خالص يعني هو عيطلع حلو برضو بس الدهن ده بيلمع الوش كده بيخليه حلو ده رشية رشة من السمسم ودخل على درجة حرارة 180 قاعد بالزبط 20 دقيقة شغلتول الشواية حوالي دقيقة واحدة جميل وطري جدا جدا طبعا اول ما بيطلع من الفرن بنغطيه بفوطة او بنرشه ببخاخ مية بس يعني لو رشينا ببخاخ ما نغطوهوش ندخل بقى على البرجر نفسه معايا 3 معالق من فولصوية حططلهم حوالي نص كباية من المية واسيبو لحد ما يطره تماما بس تيبو حوالي 10 دقيقة على مجهز المكونات التانية نص كيلو من لحمة تكون فيها نسبة الدهون وكمان بصلايا ومعلقة كبيرة من الكاتشاب اخدت الكبا بتاعتي ونتبع كده الخطوات بالزبط عشان يطلع معينا برجر ناعم كده وطري وهيجيبكو ان شاء الله نزلت كده في الكبا بتاعتي بي نص كيلو من اللحمة والبصلايا وحبتدي ان انا اناعم اللحمة والبصلايا لحد ما نعمه تماما تماما يعني اخدوا معي ضرب كده حوالي 3 دقائق كنت بفتح الكبا بتاعتش وبنزل بالمعلقة الجوانب علشان كله ياخد نفس الفرم يعني نفس درجة الفرم لحد ما تلم على بعضها كده واشوفها انها ابتدت تكون نعمة معايا نزلت بقى بفول الصوية اهم حاجة بس جماعة فول الصوية لو في نسبة مية يريد تعصروه مش عايزين سوايا الخالص في البرجر عشان ما يفوقش مننا اخدت بقى بضاية ومعلقة كبيرة من الحليب البودر ومعلقتين مية وابتديت ان انا اضربهم مع بعض عايخلوا الطعم برجر يعني بستي مدقتوش قبل كده في حياتك اللبن البودر مع البيضاية طبعا البضاية تعمل على تمسك البرجر وهتنفيش شوية كده هتخليه على الفوق يعني هو عكاشة طبعا شوية لانه مفوش نسبة تفول صوية عالية بس هيخليه كده ليه سمك توابل البرجر معايا ربما معلقة من الحبهان ونص معلقة من التوم البودر ونص معلقة بصل البودر ونص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاصمر ابتديت ان انا اعجل كل الحاجة دي مع بعضها بقى وكمان ضيفت معلقة كبيرة من الكاتشب وعجنت البرجر بتاعي حلو جدا جدا لحد ما ينعم معايا عتشوفوا النعومة درجة النعومة بتاعته عاملة ازاي لو حابينت تدودوا نسبة فول صوية عشان يرمي معاكو اكتر ويتبقى موفرة اكتر يعني ممكن معاكو لحد كوباية فول صوية بس بيلو حلو جدا يعني يطروه خلوه يبقى طري حلو علشان لما يضرب كوي يضرب مع اللحمة يضرب كويس معايا طريقتين لفرد البرجر بتاعي كس تلاجة كده واتنيته وابتديت ان انا افرت بيدي وساوي الاطراف لحد ما بقى يعني قرص برجر عايز جدا وطبعا كبرته شوية يعني اديته كده صانتي زيادة او صانتي ونص زيادة لانه طبعا اللحمة بتكش اخدت بقى شوكة كده وخرمت من النص علشان البرجر ميقوسش كده ويعمل شكل مش لطيف فمهمة جدا جماعة ان احنا نخرم من النص كده بشوكة طريقة تانية نجيبه غطى برطمان بس ديكون كبير شوية ونشكل فيه البرجر عادي جدا وده يعني طريقة الاقرب للناس او الاسهل شوية بس انا حبيت اعمله بطريقتين يعني للسهولة يعني عشان ما بقيفش اي تعقيد في اي طريقة منهم ما انفعش اقولك اللازم تعملي كده طبعا الماكباس هيبقى اسهل واسهل واسهل من الطريقتين دول يعني الموجود اشتغلوا بي خرمت برضو بالشوكة كده بالطريقة دي وقفلت الكيس لان هيخش الفريزر لازم يخش الفريزر بعد ما خلصت الكمية كلها طلع معايا ست تسعة برجرات مش ستة تسعة برجرات زي ما احنا شايفين كده دخلتوا الفريزر حوالي ساعتين لحد ما شد كده ومسك نفسه وفي طوصلة كده سخنة فيها معلقة زيت بتديت ان انا انزل بالبرجر بتاقي وطبعا عند التقديم يعني احنا بنطلع ونسيبه خمس دقيق بس يفك شوية ونبتدي ان احنا نسوي عادي بصوا ده اللي انا بقولكو عليه بيبقى فيه صمك كده وطاري وجوزي وبصوا يعني في مونتهى الجمال وبيخدش وقت خالص يعني ثلاث دقيق على كل جهة بيكون استوى وبقى جميل جدا طبعا اللحمة مفرومة حلو جدا في الكابة فها تستوي معنا بسرعة علم البرجر بتاعنا يستوى عايز اقولكم على ملحوظة صغيرة على السجن اللي هي الغمق او صوج الفرن الغمق اللي الناس بتشتكي منه انه بيغمق وبيحرق الحاجة ياريت نقلل درجة الحرارة عشرة يعني لو درجة الحرارة مثلا وصفة على مية وتمانين خليها على مية وسبعين علشان طبعا الغمق الصوج الغمق ده بيجمع حرارة بصورة جمدة يعني بيخليلك الممكن الحاجة تلون بصورة عاوية ما تستويش ما تكونش مستويه تمام؟ دي كتب ملحوظة صغيرة حطيت زي ما انتم شفتوا كده العيش اخد كده لون خفيف جدا على الطاصة وبتديت ان انا اعمل صندوشات بتاعتي عادي جدا شوية كاتشاب شوية مايونيز خاصة كابوتشة لو ما عندكيش مش مش مشكلة اي خضورة عندك وحطيت البرجراية بتاعتي وكمان اي جبنة عندك انا حطيت شيدر عادية خالص ممكن تحطي جبنة البرزيتون بتاعت البرجر بس اللي هي النيوزلاندي اللي هي الشيدر النيوزلاندي السايبة دي طراحة انا بفضلها اكتر حطيت الخضور بتاعي بقى طماطم وخيار وفلفل ودهنت مايونيز بسيطة من على الوش علشان تمسيك لي كل الحاجات دي مع بعضها مهمة قوي بين كل حاجة وحاجة نحط حاجة تمسك الدنيا مع بعضها بس كده ده كانوا فيديو النهاردة يعني انا بتمنى يكون عجبكم عملنا عيش البرجر وعملنا البرجر سوا وعايزاكم تشوفوا لينك او فيديو المايونيز والكاتشاب هيعجبكم جدا 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 لو عجبكم فيديو النهاردة بقى وحابين تشوفوني تانية ريت نعمل سبسكرايب ولايك وشير وتفعلوا زر الجرس اسفل الفيديو متنسوش اللايك عشان الفيديو ترفع بحبكم جدا في اللي بأسلمة